بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يتأخر الرد التركي على المناورات الإيرانية على الحدود الأرمينية الأذرية مناورات مشتركة لجيشي تركيا وأذريبيجان في نقجوان ماذا تعني هذه الخطوة؟ وإلى أين تتجه العلاقات بين تركيا وأذريبيجان من جهة وإيران وأرمينيا من جهة أخرى أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مناورات عسكرية تركية أذريبيجانية ستنطلق في إقليم نخجوان في أذريبيجان بين 5 و 8 أكتوبر 21 الجاري قالت وزارة الدفاع التركية الأحد إنها ستواصل العمل مع أذريبيجان من أجل دعم الجيش الأذريبيجاني مشيرة إلى أن مناورات عسكرية تركية أذرية ستنطلق في إقليم نخجوان بأذريبيجان بين 5 و 8 أكتوبر الجاري وأوضحت في بيان تواصل القوات المسلحة التركية دعم أنشطة استكشاف الألغام والعبوات الناسفة وتدميرها وكذلك أنشطة التدريب في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وأشارت إلى أن مشروع لواء الأخ بدأ مؤخرا لضمان مواءمة التخطيط والتدريب والإدارة والتنفيذ بين تركيا وأذريبيجان وأكدت أن التدريبات المشتركة تستمر حاليا وكذلك أنشطة التدريب التي تقوم بها قواتنا المسلحة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأذريبيجانية وأعلنت الوزارة أن مناورات ستبدأ في إقليم نخجوان الحدود مع تركيا وإيران في أذريبيجان بين 5 و 8 أكتوبر 2021 الجاري بمشاركة قوات تركيا وأذريبيجانية وقالت أن الغرض من هذه المناورات هو تنمية الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات البرية التركية والأذريبيجانية تحت شعار دولتان أمة واحدة وأوضحت سوف نواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع إخواننا وأخواتنا في أذريبيجان الذين نجتمع معهم في الحزن والفرح بكل ما لدينا من إمكانات كما فعلنا حتى الآن وتأتي المناورات العسكرية التركية الأذريبيجانية في إقليم نخجوان بعد أيام فقط من إعلان إيران عزمها إطلاق مناورات عسكرية تحت اسم فاتح خيبر على الحدود مع أذريبيجان شمال غربي البلاد وقال قائد القوات البرية الإيرانية كومورس حيدري إن مناورات فاتح خيبر ستنطلق في منطقة شمال غربي البلاد بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة ووحدات الحرب الإلكترونية وبدعم ناري من مروحيات الجيش وأشار إلى أن المناورات تهدف إلى تعزيز الجهوزية القتالية للوحدات العسكرية في هذه المنطقة وجاء قرار إجراء المناورات بعد تصريحات للرئيس الأذريبيجاني إلهام علييف في مقابلة مع وكالة الأناظول التركية انتقد فيها إجراء إيران مناورات عسكرية على حدود بلاده وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة كرباغ الثانية والاثنين قال علييف يمكن لكل دولة إجراء مناورات عسكرية على أراضيها فهو حق سيادي لها لكن بالنظر من حيث التوقيت نرى أنه ليس وقتا عاديا لماذا الآن وعلى حدودنا بالذات من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في بيان الثلاثاء إن تصريحات علييف مثيرة للدهشة خاصة أنها جاءت في وقت تسود فيه علاقات طيبة ومحترمة بين البلدين أيضا في ذات السياق مناورات إيرانية على حدود أذريبيجان هذه صورة لتلك المناورات حيث أطلق الجيش الإيراني الجمعة الماضية مناورات عسكرية شمال غربي البلاد على حدود أذريبيجان بمشاركة المدفعية وألوية مدرعة وطائرات مسيرة وأدوات حرب إلكترونية على خلفية تصاعد التوترات بين الجارتين وانطلقت المناورات التي تحمل اسم فاتح خيبر في شمال غربي إيران بمشاركة قوات برية وجوية من هدواء تدخل سريع ووحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وأدوات حرب إلكترونية وبدعم ناري من مروحيات وشملت تنفيذ عمليات إنزال في إحدى المناطق بعد استطلاعها من الجو وتأتي هذه المناورات على خلفية تصاعد الخلافات بين إيران وأذريبيجان بعد أن فرضت حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة استيبان كريت عاصمة جمهورية ناجورنو كرباغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا وقال قائد القوى البرية في الجيش الإيراني العقيد كيمروث حيدري إن المناورات الحالية تزداد أهمية في ظل الحضور الإسرائيلي العلني والخفي والتواجد الملحوظ لإرهابي داعش في المنطقة هذه صورة لبعض الشاحنات الإيرانية والتي تحمل دبابات ومدرعات على الحدود المشتركة مع أدريبيجان وهذه صور أخرى أيضا تبين لنا حجم الحشود الهائلة والقوات المشاركة في هذه المناورات هذه أيضا صورة للجيش الإيراني والذي أطلق على مناوراته العسكرية على الحدود مع أدريبيجان اسم فاتح خيبر في رسالة ضمنية تكشف قلق طهران من العلاقات بين أدريبيجان وإسرائيل حيث سبق أن حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من الأنشطة الإسرائيلية على حدود إيران أدريبيجان وهذه صورة أيضا لأحد الجنود الإيرانيين خلال المشاركة في تلك المناورات إذن الحدود الأرمينية الأذرية مع إيران تلتهب بمناورات ومناورات مضادة منورات إيرانية تأتي في توقيت اعتبرته أدريبيجان استفزاز وكذلك من الواضح أن تركيا اعتبرته موجه لها لذلك نجد أن هناك مناورات قامت بها كل من تركيا وأذريبيجان في نفس التوقيت أو بعده بقليل ردا على هذه المناورات الإيرانية على الحدود إذن لم يتأخر الرد التركي وكل هذه الأمور فيما يعرف بسياسة الردع كل طرف يحاول أن يظهر قوته لكي يفرض شروطه في أي تفاوض قادم أو لكي يجبر الطرف الآخر على التراجع فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في المنطقة لا شك أن إيران كانت تستفيد بشكل هائل جدا من الحدود الأرمينية لكي تكون منفذ لها إلى داخل الدول لا شك أن إيران المحاصرة تستفيد من الحدود الأرمينية كمنفذ لها على دول العالم ويكسر الحصار بل يجعلها تتصل أيضا بروسيا وبغيرها من الدول بينما تعتبر تركيا أن وجود طريق يربط تركيا بالدول التركية الأخرى في العمق الأسيوي هو هدف استراتيجي إذن هي سياسة عض الأصابع أو الضغط من هنا وهناك ولكن في الختام نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا وأن يجعل هذه القوات وهذه الإمكانيات بدلا من أن توجه للدول الإسلامية في مواجهة بعضها البعض أن توجه للكيان الصهيوني وأعداء الأمة متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر